السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم معنا في فيديو جديد في الاول لازم نصلي على حبيبنا ورسولنا محمد فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فيديو النهاردة ان شاء الله عن الرسيفر الجديد اللي شركة ستار نت نزلته وهو ستار نت الشبح طبعا الرسيفر تابع لمصنع فونيكس المعروف طبعا بالهارد وير القوي والسفت وير الممتاز وكمان الرسيفر عليه كمية محترمة من سرفرات الشيرينج والاي بي تفي ميعتبر من افضل السرفرات الشيرينج والاي بي تفي اللي موجودة حاليا موجودة على الجهاز وكمان بمدة محترمة بحيث ان هتوفر لك المشاهدة الممتعة لجميع البطولات سواء كهس العالم اللي جاي ان شاء الله او لجميع البطولات وطبعا النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن جميع تفاصيل وامكانيات الجهاز وكمان هنتكلم عن طريق استخدامه لكن في الاول يا لت تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتخلك معنا طبعا زي ما حالكم شايفين كده ادي الكارتون بتيجي بالمنظر ده كده طيب لو فتحنا محتوى العلبة العلبة تظهر بتيجي بالشكل ده كده اول حاجة بيجي قدامنا الرسيفر اول حاجة عجبتني بالنسبة للرسيفر هي وساطة القديو والفيديو علشان تشغل التلفزيون القديم بشكل افضل من وسطة واحد في تلاتة يعني عندنا التلاتة جاكات همت هتشغلهم على التلفزيون قديم طبعا الرسيفر بيشتغل على وسطة دي برضو عندنا وسط التحديث اللي هي ار اس متين اتنين وتلاتين وكمان عندنا مدخل الاي ار عشان لو انت حايبت شغل رمود عادي لو بصنا للشاشة كده الشاشة حاجة محترمة منظر محترم بالشكل انتم شايفينه ده كده فيه تلات زرارة هنا بالنسبة فيه زرار الف والان اللي بيقفل وبيفتح وكمان فيه زرارين لانت بتقلب منهم القنوات طبعا الشاشة كبيرة زي ما حالكم شايفين يعني حاجة اه كشكل محترم طبعا الجهاز بيجي عليه بوجو الشركة ستار نت الشبح بالشكل اللي انت حاطكم شايفينه ده جهاز كشكل وكبردة ممتازة وطبعا احنا لو بصنا كده هنلاقي البردة مالية الجهاز من جوه معرفش هتبان في التصوير ولا لا لكن البردة مالية الجهاز طبعا الجهاز بيجي مع اه اه دابتور اتنونسر فولت ومدخل الادابتور بيكون في الجنب هنا وبالنسبة لي اه الروسيفر بيكون في برضو من الجنب هنا طيب ايه تاني بيجي مع الجهاز 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 بيجي معا اتنين رمود واحد رمود عادي بالشكل ده كده خامة ممتازة وبيجي معا رمود بلوتوس برضو خامة ممتازة وبيجي معا اتنين حجارة اللي هي بتشتغل على الرمود الجهاز كمان بيجي معا ادابتور اتناشر فولت اللي هو بيشغل الجهاز على الكهرباء وكمان الروسيفر بيجي معا وصلة اله دي عشان تشغل الرسيفر على الشاشة طبعا زي ما قلنا ان الجهاز تابع لمصنع فونيكس وطبعا مصنع فونيكس زي ما قلنا من افضل المصانع اللي بتشتغل على الهاردوير وطبعا البوردة بتات الجهاز بوردة محترمة وطبعا الهاردوير الممتاز ده بيظهر معاك في استخدام الشرينج او الاي بيتي فيه بتلاقي سبات معاك تام طبعا الروسيفر فلاش تمانية ورام واحد الروسيفر واي فاي داخلي يعني مش تحتاج تركب انتنت واي فاي طيب وبالنسبة للسيرفرات اللي موجودة على الجهاز بالنسبة للشرينج الرسيفر عليه سيرفر الجوست لمدة خمس سنين مع الصوتيات وعليه سيرفر فونيكس لمدة سنة مع الصوتيات اما بالنسبة عليه مجموعة محترمة من سيرفرات الاي بيتي فيه وكمان مدد طويلة يعني الرسيفر عليه سيرفر قيوت لمدة خمس سنين عليه سيرفر هاها لمدة خمس سنين عليه سيرفر نوفا الاصل لمدة سنتين عليه سيرفر فورس لمدة سنتين عليه سيرفر ادراجون لمدة سنة عليه سيرفر اسكر لمدة سنة وبكده يكون معاك كمية محترمة من الشيرنج والاي بي تي في وطبعا الرسيفر فيه امكانية تكبير الاشارة عشان لو حبيت تركب اي امر بالرسيفر كمان الرسيفر بيدعم اختصار اضافة الشفارات زي شفرة البيس بمعنى صح بتدوس على زرار واحد في الرمود وهنشوف مع بعض دلوقتي ازاي هتدوس على زرار واحد في الرمود هيظهر معاك خانة اضافة الشفارات طيب بعد معرفنا امكانية الجهاز بالطريقة النظرية دلوقتي هنشوف نستخدم الجهاز ازاي او هنشوف السلاسة في استخدام الجهاز طبعا اول حاجة عوزين نعرفها خاصية تكبير الاشارة عشان تعمل خاصية تكبير الاشارة كل اللي انت بتعمله عندك زرار في الرمود اسمه انفو او مرسوم عليه حرف الاي كل اللي انت بتعمله بتدوس على الزرار مرتين واربعة. بتلاقي عندك زهر عندك الاشارة والجودة. طبعا الاشارة ديت هي اشارة السلك يعني بتدل او بتعرفك ان السلك واصل. وتاني واحدة اللي هي جولة الاشارة هي الاشارة اللي احنا بنستقبل بها الامار. طيب ده بالنسبة لخاصية تكبير الاشارة. بالنسبة لخاصية اضافة شفارات البيس. وانت واقف برا كده على القناة انت عاوز تضيفها. حتدوس على الزرار التحت الزرار الاصفر. عندك زرار اصفر فوقهوات حتدوس على الزرار اللي تحتية. لما اندوس على الزرار اللي تحتية كده. بيظهر معانا خانة اضافة شفارات البيس او شفارات اليدوية. دا بالنسبة للاختصار تكبير الاشارة واختصار اضافة الشفارات. طيب بدلوقنا احنا عاوزن نستعمل الجهاز. عاوزن نشوف اليوتيوب على الجهاز. عاوزن نشوف السلفرات هتشتغل قويس ولا اتعرف نعرف كل التفاصيل. اول حاجة هتعملها هتدوس على زرار المينيو. سنجد المينيو بشكل ممتاز وطبعا شركة استرنت في الايام دية تشغل على تطوير جميع المينيو بتاع الاجهزة بتاعتها بحيث ان الجهاز يكون لديك اختصارات كلها موجودة قدامك بدل ما تخش في فولدر وتطلع من فولدر تجد اختصارات قدامك اول حاجة عندنا تحت هي التركيب عندنا قناة عندنا عددات عددات اللي هي الضبط يعني عندنا النتورك عندنا التحديس عندنا الـ USB عندنا ادي نوفة قدامك عندنا فورس قدامك عندنا قدامك عندنا قدامك عندك MIL اول حاجة عملها في الجهاز هي تربوط ترسيفر بالانترنت عندنا تربوط ترسيفر بالانترنت ينت�فع والطبع لاتطلع او كلمة Wifi اريد هلاقي عادة اول حاجة هي اعدادات الانترنت اواق عال حاجة شابكة ويفي اول حاجة هننزل على pretending في خيارات كثيرة لو دوسنا كده. في حاجات كتيرة انت ممكن تستعملها طبعا انا عندي واي فاي فهيختار الكلمة واي فاي. اول حاجة هندوس على كلمة اعداد وندوس اوكي. هيقولك برجاء الانتظار. طبعا الرسيفر سالس وسريع جدا في الاستخدام. اول حاجة هتختار الشبكة بتاعتك وهتدوس عليها اوكي. عندك كلمة الرقم السري. هتدوس عليها اوكي. هتكتب الرقم السر بتاعك وبعد كتدوس على الزرار الازرق. بعد كده ننزل على كلمة اتصال آلي. وهندوس عليها اوكي. عشان يظهر عندنا علامة الصح وبحيس انك لما تفصل الجهاز وتشغله تاني. الرسيفر يشتغل بشكل مباشر. بعد كده بننزل الدغط اللي تحت لحد لما نقف على كلمة اضافي. كلمة اضافي هندوس عليها اوكي. هننزل اطلحت خالص كده هلاقي عندنا كلمة آلي. هنشيل علامة الصح عشان نغير اعدادات الدي ان اس. وطبعا في جميع فيديوهاتنا عن الاجهزة. اي مكان مركتها. بنتكلم دايما عن عديدات الدي ان اس نغيرها لاربع تمانيات. وطبعا ده عشان ناخد افضل جولة انترنت. سواء في الشيرنج او في الاي بي تي في. بعد ما اشلنا علامة الصح من بقصات آلي هننزل تحت على الرقم ده وندوس اوكي. وهنكتب زيرو زيرو تمانية زيرو زيرو تمانية زيرو زيرو تمانية زيرو زيرو تمانية. وبعد كده هندوس اوكي هنلاقيها اتحولت لاربع تمانيات. بعد كده هننزل على كلمة الاتصال وندوس اوكي. هيقول لك برجاء الانتظار. طبعا انا كنت رابط الشبكة فهيقول لك فشل الاتصال وبعد كده يقول لك نجاح الاتصال تاني. او هيقول لك نجاح الاتصال على طول. قال لك نجاح اتصال الشبكة. طيب احنا كده ربطنا الرسيفر بالانترنت. طيب اول حاجة انا عابب بفكر فيها او بعملها اكون حابب ان انا احمل احدى الروسيفر ده بالنسبة التحديسات السوفت وير. كل انتهت تدخل على كلمة تحديث. لما دخلنا على كلمة التحديث كده وضغطنا اوكي. هل لدينا تحديث الشبكة. عندنا تحديث الـ USB. عندنا تحديث قائلة البيانات. تحديث المفاتيح. تحديث السيرفر. احنا كل احنا محتاجينه عشان نحمل السوفت وير او ملف القنوات. هو تحديث الشبكة. طبعا ده التحديث الاتصال. لما ندوس على اوكي. هل لدينا ملف قنوات عربي . lure international انجليزي. لان تحب ملف القاتل ville евرى العربي و cesar ملف الانجليز والملفين على الملف الريسيفر. والا اsstوى utiliser احدى soft wear على السيفر مثل هذا اخر واحد. عند empres�� استعمال اخير. ونختار كل ما يحبط كوات мы желаем его. طبعا انا اضن احتمل احدى soft wear و overtake ملف القنوات لو خرجنا كده بالأ 편 احنا دلوقتي بعد كده محتاجين ان احنا نفعل سيرفر الشيرينج يعني وليكن انا اشتريت الرسيفر ربقت الرسيفر بالانترنت نزلت اخر تحديث ونزلت احدث ملف القنوات سواء كان عربي او انجليزي دلوقتي انا هقعد مع نفسي واشوف انا عندي امار مستقبل امار يعني بمعنى اصح انا عاوز افعل سيرفر الشيرينج ولا محتاج افعل اي بي ت في لو انت عندك امار هتفعل سيرفر الشيرينج وممكن ان اتفعل معانا الاي بي ت في طيب افرة انت مثل اي امار سوف跟 اتفعل الاي بي ت في بس انا مستقبل ان امار و Hornive كده ده المكان اللي احنا بنضيف فيه سيرفر الشيرينج طبعا لو انت عندك سيرفر الشيرينج ان pentagon اكان ده كده. طيب نرجع كده. عندنا الفوناكس مهية لو احنا محتاجين فاعل الفونكس. هندوس على الزرار الاخضر. طيب لو احنا مش عايزين نفاعل الفونكس وعاوزين نفاعل الجو سات. طيب هندخل كده assessmentsилось. هندوس على اوكي. والكل اللي هنакс هنعمله ان هنعدوس على الزرار الاحمر. لو هندوسنا الى زرار الاحمر هنلاقى ظهر معنا التاريخة واحدة حداشر الفين سبع وعشرين. يعني الرصيف فمعلي خمس سمين جوسات مع الصوتيات الف. طيب لو خرجنا كده. ودخلنا على جوسات بلس سبتيتل. طبعا ديت ايكونة الترجمة. الترجمة القائلة. ودخلنا عليها. هنوقف على المكان ده كده وندوس اوكي. ونكتب رقم تمانية اتناشر مرة. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر. وبعد كده هندوس على زرار تأكيد. طبعا في جميع الرسفارات انت لو مشيت مع الحاجات اللي مكتوبة تحت حت تعمل لنفسك كل حاجة. عندك كلمة تأكيد بالقصودة اللون الازرق. وعندك كلمة حازف قصودة اللون الاصفر. انا محتاجة اعمل تأكيد. هدوس على الزرار الازرق. دوسنا على الزرار الازرق. وبعد كده هندوس على الزرار الاحمر. علشان نعمل. ربط. اقول لك كتب لك هنا. ولكم جوسات سبتيتل. يبقى انت كده عندك الجوسات شيرنج. وعندك الجوسات ترجمة. الجهاز عليه ترجمة فورية. وعليه الجوسات لمدة خمس سنين. انت دلوقتي محتاج انك تفاعة تشغل. القنوات الصوتية. وليكن مثلا انت دلوقتي مشغل امر اموس. ومحتاجة شغل القنوات الصوتية. او التعليق العرب بمعنى صحر. كل ما انا هدوس على الزرار اوديو. وهنزل على كلمة اي بي اوديو اوف. ونزل اوكي. هلاقي عندي جميع قنوات الصوتية الخاصة بالجوسات. لو اخترنا اي قنوات صوتية كده. هنلاقي القنوات الصوتية اشتغلت. ممكن نخرج من القيمة عندي الصوت. زي محطكم شايفين ادي الصوت. ادي الصوت طلع هو بالتعليق العربي. بس انا هنوط الصوت علشان ما ناخدش اي مخلف. طيب. دلوقتي احنا 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 اعوزين بعد ما فعلنا الجوسات وشغلنا الشيرنج وتامي التمام. وشغلنا الصوتيات زي محطكم شايفين. وطبعا الرسيفر ما بيحتاج انك تركب فيه ولا فلاشة ولا اي حاجة. الرسيفر واي فاي داخلي. الرسيفر ده الرسيفر محترم بمعنى صح. طيب سواء كان فيه الشيرنج او في الاي بي تفي. طيب دلوقتي احنا شوفنا الشيرنج ان الرسيفر فعلنا الجوسات. اه كسوتيات وشيرنج. طيب بالنسبة ليه الاي بي تفي. احنا زي ما قلنا عندنا نوفة عندنا فورس عندنا كيوت عندنا هاها. وعندنا كمان درجون وكمان عندنا اسكر. طيب. انا تفي. طيب ممكن ندخل عليها كده وندوس اوكي. هلا عندي جميع كل حاجة قدامها. طيب انا دلوقتي عاوز افعل اي سيرفر منهم. درجون مثلا نفعله طيب نفعل كيوت. لو انا محتاجة فعل كيوت هدوس علي اوكي. وهدوس علي كمان اوكي هدخل عليه. هلا اي بيحمل معي كده. زي ما حتكم شايفين كده فتح لي الخانة دي. بكتب رقم سبع عشر مرات. وبرس علي الزرار الاخضر بيفتح معي على طول. هادي الاي بيحمل فتح معي هو الكيوت. طيب احنا لو عاوزين نشغل مسلا اي قنوة مسلا عشان نجرب عليها. وليا كون ديت. زي ما حتكم شايفين ادي القنوات سبتة تمام التمام. نخرج عشان ما ناخدش برضو كمخالفة. طيب. ده كده بالنسبة للشيرنج والاي بتفيه فهمناها. عندنا كيوتا. عندنا فورسة. عندنا نوفا. عندنا دراجون. عندنا هاها. عندنا اسكر تفي. طيب. عندنا كمان الاكستريم المقسم. يعني اي اكستريم مقسم? يعني احنا لو قفنا كده ودوسنا على زرار بيعلي الصوت. يعني لا بيكتب عندنا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. يعني انت ممكن تضيف خمس سيرفرات اكستريم على الجهاز ده. طبعا الرسيفر عليه خاصية اليو كاست اللي ممكن تربط التليفون بالرسيفر. وكمان الرسيفر عليه تطبيق كورة عشان تعرف موعد المباريات. طيب. والنسبة لي اليوتيوب. الرسيفر ده اليوتيوب ممتاز عليه. ولو دخلنا على اليوتيوب كده. هنشوف طريق طبعا اليوتيوب بيفتح بسرعة تمهية. طيب افرد احنا هو نعرف نشغل اه قناة بساطة على اليوتيوب هنا. ينفع. وهنقول لك ازاي. اول حاجة هتعملها. عندك كلمة سيرش اصد اللون الاحمر. هتدوس على اللون الاحمر. هتكتب هنا اي حاجة انت محتاجها. هندوس على اوكي كده في الاسيرش. طيب. انت عندك الكلام طلع باللغة الانجليزية. انت عاوز تغيره باللغة العربية. هتدوس على الزرار الاحمر. لو دوسنا على الزرار الاحمر كده. هتجدنا الكلام بالعربي. لو كتبنا اي حاجة. هتجدت قدامنا. ولا يأكل مثلا زي ما حادكم شايفين بالطريط كده اختار بعد ما كتبنا طبعا اللي احنا محتاجينه انا كتبت في البحث استقبال النايل سات طيب ظهرني طبعا كل حاجة وظهر اللي انا من ضمن الناس اللي موجودة لو اخترنا كده الفيديو بتاعنا هنشوف هنزهر عندنا وهيشتغل ولا لا زي ما اخدتكم شايفين الرسيفر سريع جدا يعني بالنسبة لي اليوتيوب على الجهاز يوتيوب محترق طبعا لو انا محتاجة على الصوت او وطي صوتنا على اليوتيوب عندي زرار مكتوب عليه فيوليوم او في او ال مكتوب زائد ونقص يعني لما ينفعش ان اوطي وعلي من من الدايرة اللي هي فيها اللي انا بوطي او اعلي منها وانا على القنوات لا بوطي وعلي من الزرار ده يعني ممكن اعلي كده زي ما حد كم شايفين ادي بتوطي واده بتعلي وطبعا كون الجهاز شغل اليوتيوب بالشكل اللي حد كم شايفينه بالسرعة والسبات ده معناها ان الجهاز ده جهاز محترم كهاردوير او سوفتوير لان طبعا زي ما حد كم عارفين ان اليوتيوب بالنسبة للهجزة اللي في الفئة ديت بتكون بتشتغل حاجة بسيطة او بتشتغل آآ بالتقطيع او بتقلب بير لكن طبعا زي ما شايفين لو دخلنا تاني على اليوتيوب هتلاقي هتلاقي جي اليوتيوب شغل على طول اي دي اول ما بلوس على اليوتيوب الجهاز بيفتح معانا على طول طبعا السيرشو ادي عندنا الكانوت بتفتح معانا على طول اهو ده بيدل على سلاسة الجهاز وبيدل على الهاردور المحترم. وطبعا زي ما قلنا ان الرسيفر ده عليه سيرفر كيوت لمدة خمس سنين مع الصوتيات. عليه فونيكس لمدة سنة. عليه آآ كيوت لمدة خمس سنين. بالنسبة للاي بتي فيه كيوت خمس سنين. عليه هاها لمدة خمس سنين. عليه فورس لمدة سنتين ونص. عليه نوفا لمدة سنتين. عليه دراجون لمدة سنة. عليه اسكر لمدة سنة. وطبعا الرسيفر ده سعر سبمائة وخمسين جنيه. وكمان هسيب لكم آآ سعر الجهاز فيه اول تعليم مسبت علشان الاسعار كل يوم فيه مش سابته ممكن تنزل او ممكن تطلع وبحيس ان محدش يفكر ان احنا بنبيع بسعارين بالنسبة للجهاز في الوقت اللي انا بصور في الفيديو سعره 750 جنيه وان شاء الله هسيب لكم رقم الواتساب في اول تعليم مسبت بالنسبة للناس اللي حابها تشتري اتمنى الكل يكون استفاد من الفيديو واتمنى الكل يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته